بتحب تسمع لمين مازيكا برضا انا متنوع جدا في الحب اسمع فيروز مكالسوم عباسة حمودة الشفيقة حرية حسن فايزة مين اكتر اصبت عجبك اعتقد انت قلت كاريوكا كاريوكا وساميه جمال وساميه جمال وفي عبده لتزعله الففة الففة حاببتي دي نفسي اشتغلته مع بعض عملته عملنا مسلسل مولد صاحبه غايب ايوة انا وهي وهايفة وهبي وحسن رداد ايوة صح كان اخرج شرين عادل شرين عادل بالزبط اه لو في عمل قديم هتكرره هيكون ايه لو في فيلم قديم نفسك سعمله بصي كان انا اساس شدي عب سلام عمل فيلم المومية وكان شغال على فيلم تاني اسمه اخناتون اخناتون اه طبعا عادل والاسكريبت موجود اتمنى ان انا اشارك في حاجة زي كده حاجة ليه دعو بالتاريخ الفرعوني وقدي ايه احنا كنا عظام اتمنى فعلا اه والاسكريبت موجود على فكرة وعندنا مخرجين شطار جدا عندنا طب وايه ايه المتوقف يعني ليه واقفين هل عشان اخناتون حيتكلف كتير طبعا احنا بنعمل افلام كتير برضو طبعا انت عايزة ديكورات وعايزة ملابس وعايزة حاجات بملايين الوقت عايزين نشتغل بجد طبعا نشتغل بجد ما احنا بنصرف حاجات تانية بالزبط يعني ما بلا تاريخنا عظيم ومليان والمفروض الشباب الصغير يعرف قدي احنا كنوا عظماء من يعني من فننا عندنا تغيب تماما على الحطة التاريخية مين بيعجبك من الجداد؟ فنانين اه الشباب الجديد اللي طالع اللي حاسس ان هو مركز وحيعمل حاجاتهم في عصامة عمر شاطر جدا فرجنا احبه جدا فرج لاتي ما بقاش من الجداد قوي برضو يعني بس اه اه فرجوا تايسون احس شرابة ام ايه تايسون دا عمر برضو اه في النهاردة عايد ميلاده كل سنة وانت طايب يا تايسون كل سنة وانت طايب يا محمد هابي بيرد اغنيله يا باسم. هابي بيرد ايو حبيب. اشتغلته مع بعض? للأسف لا بس انا حب اشتغل مع ابي. اشتغلنا والله فيلم بس ما تقابلناش اللي هو كان هو في حتة وانا في حتة. بس مسلا هو لما يشوف لي حاجة حلوة بيتصل ويعمل لي كمبرمو رائع. وانا ما تفرجت على السيربيو ورده وعملت له تهنيئة. احب واتمنى اللي اشتغل مع بطل الجميل ده. ومين مخرج تحب تشتغل معه في الفترة اللي جاي? اه سوز يسري نصر الله سوز احمد خايد موسى. دول اشتغلت معاهم مين ما اشتغلتش معاهم? طي اللي اشتغلت معاهم عايز تشتغل معاهم تاني. احمد نادر جلال. اه. اه. نفس اشتغل معا ما اشتغلش معا. اه. باسم للأسف الشديد ان الوقت البرنامج عمال. كمان هدي الباجوري. ما اشتغلتش معايا. ده عملنا السفاح. السفاح اه طبعا السفاح. اه بس لو لو سينماي برضو هدي رائع. السفاح ده كان لزيز جدا برضو مع احمد فاهمي. احمد فاهمي. اوف. كالتجربة برضو. رأيك تقيمها ازاي بالنسبالك? شفتها ازاي? اصل ده برضو مسلسل خطر. لان ده برضو شعراية. صحيح. لو زادت بزادت الرعب في مصر. ممكن يقلب اه بضحك. باستهتار. لا احنا. نظرة تانية. لكن انتو عملتو بجد. يعني. عشان معانا مخرج شاطر اوي هادت باجوري. كان مركز جدا احمد فاهمي كان عايز يطلع برا اطار الكوميديا. عايز يعمل حاجة برضو. اه سايكو شوية فيها تفاصيل نفسية صعبة. كان حلو اوي. كان حلو اوي. انا بالنسبالي برضو. يعني لو في البداية انا افتكرت عايز اني في السفاح. قلت مش عامل انا السفاح. اقال لي لا انا عايزك في زوابط. طول انا معاك. برضو عايز عمل حاجة مختلفة. وكنت مختلف وعملته حلوة اوي اوي. اه الحمد لله. لا من المسلسلات الحلوة اوي كمان ونجح نجاح كبير جدا. جدا. عشان هادي مخرج شاطر باجوري هلو تحقيق.